نعم هبا بالفعل هناك سؤال مطروح على وسائل التواصل الاجتماعي وهو هل لمقتل تارا فارس علاقة بتصفية النشطين والدعمين للتظاهرات في العراق من التعليقات التي رسدتها حميد عطية يقول هناك عمل منظم اغتيالات والدولة لا تحرك ساكنا وحيدر جيلبان يقول متهكما المحاكم ورجال القانون والمحاققون مسيسون عن اي تحقيق ينتكلمون والنتيجته معروفة انتحار او مرض نفسي ويمكن ان نقول ايضا هبا ان الانظار ربما تتجه الى هذا التحليل بان الاسباب يمكن ان تكون سياسية بامتياز لانه تم تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت فيه تارا عن معاناة البصرة ونقص مياه الشرب النظيفة معنا هذا الفيديو الذي نشر على صفحتها يمكن ان نستمع عليه